بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام جاءت بعد الشهادتين ليتميز المؤمن من غيره الشهادتين عملوا قلب والصلاة عملوا جوارح يتبين به مدى تحقيق الشهادتين وهي صلة بين العبد وبين ربه من حافظ عليها كانت له نور وبرهان وهي أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة فإن أفلح فيها وفاز أفلح فيما سواه وسنتعرف في هذا الدرس مفهوم الصلاة أو تعريف الصلاة حكم الصلاة وشروط هذا الحكم وحالات تارك الصلاة تعريف الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء قال الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم وفي الشرع أو في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم أقوال كالتكبير وقراءة الفاتحة وقول سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك وأفعال القيام والركوع والرفع منه والسجود هذه أفعال حكم الصلاة الصلاة واجبة وفريضة واجبة وجوب عيني على كل مسلم وسيأتي بيان شروط هذا الحكم الدليل على هذا الحكم على الوجوب والفرضية قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إلى غير ذلك من الأدلة التي ليس المقام مقام إحصاء لها الإجماع الصلاة مما أجمع عليه الأمة وعلماء الأمة فهي معلومة من الدين بالضرورة فلم ينكر الصلاة أحد من أهل القبلة حتى من أهل البدع وأهل المخالفات التي تخالف التي تخالف كثير من أحكام الإسلام لم ينكروا الصلاة فهي مما أجمع عليه الأمة وهي مما هو معلوم من الدين بالضرورة شروط الوجوب أو الفرضية يعني شروط هذا الحكم الشرط الأول الإسلام الكافر لا تجيب عليه وهنا أي لا تلزمه وإن فعلها فلا تصح منه لأنه لم يأتي بالأصل لهو الإيمان بالله عز وجل الشهادة الشهادة أن لا إله لله وأن محمد رسول الله والدليل على أنها لا تقبل منه ولا تلزمه في حال كفره وإن فعلها لا تصح منه قوله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالنفقات عبادة صدق عبادة فمنعت منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله فكذلك الصلاة لا تقبل منهم إن فعلها لأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يلزمهم القضاء إذا أسلموا لا يلزمهم قضاء ما مضى لقوله عز وجل قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله لكن هل الكافر يعاقب على ترك الصلاة مع أنه الخطاب لا يتوجه لحال كفره نعم لقوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فهنا فهنا عوقبوا بسقر لأنهم امتنعوا عن الصلاة وامتنعوا عن الأصل الذي تقبل بعده الصلاة السرط الثاني التكليف والتكليف في الحقيقة في باب العبادات هو يضم ثلاثة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ وإنما بعض الفقهاء أفردوا الإسلام وجعلوا التكليف هو في البلوغ والعقل ومعنى التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشارع أو التزام مقتضى خطاب الشارع والتزام مقتضى خطاب الشارع يتضمن وصفيني هما البلوغ والعقل فغير البالغ الصغير لا يتوجه إليه الخطاب ولا يفهم الخطاب والمجنون الذي في قاعد عقله لا يتوجه إليه الخطاب وبالتالي غير المكلف لا تلزمه الصلاة لا بالدليل ولا بالنظري يعني بالعقل لا بالدليل الأثري أو من الأثر ولا بالنظر يعني بالعقل أما أنها لا تلزمه بالدليل الأثري أو بالنص فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وأما من النظر أو العقل دليل العقلي فلأنهما يعني الصغير والمجنون ليس أهلا للتكليف لعدم القصد فالمجنون وغير البالغ لا قصد عندهم والصلاة لا بد فيها من قصد ونية ولذلك مناط التكليف مناط التكليف هو العقل فإذا ذهب العقل أو لم يوجد العقل الكامل من الصغير فبالتالي لا يجب لا يجب أن يكلف بخطاب الشارع كفعل الصلاة وغيرها من العبادات لكن الصغير يقسم إلى قسمين صغير مميز وصغير غير مميز الصغير غير المميز الذي يعتبر من أقل من سبع سنوات هذا لا يخاطب ولا يكلف لكن من سبع سنوات إلى سن التكليف أو إلى البلوغ في هذه المرحلة لا بد أن يعلم ويدرب على الصلاة وورد أنه يضرب عليها ضرب تأديب إذا بلغ عشر سنوات ولم يصلي حتى لا يأتي وقت البلوغ إلا وهو يتدرب على هذه الصلاة ويعرفها ويعتادها وهنا مسائل نتحدث عن هذه المسائل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل موسيقى ترجمة نانسي قنقر